تداعيات الأزمة بين حزب الله والسعودية عم تكبر والسعودية اختارت تصعيد هالشي خلى 14 أدار ينزلوا على السفارة السعودية ليأكدوا دعموا للمملكة ويجمعوا أكبر عدد إمضاقات على العريضة ولنعرف قديش كان هالأمر مهم وكيف كانت أجواء السفارة معنا أكيد أبو طلال يلي وكلوا سعد الحريرة شخصيا وينزل وينظم هذا الشي خبرنا أكتر شو صار معك أبو طلال فوفي الذي ينزل على السفارة شو منقله شاطر شاطر والذي لا ينزل على السفارة شو منقله كافر كافر تب خبرني شو صار كيف بدأت من الأول لأنت السكرتارة تبعيد مقتب الشيخ سعد نعم قلت أبطلال قلت لأخير قلت لأيدي بزنارك قلت لأنزلي شوية قلت لأحترم حالا قلت لأصاري شو المطلوب قلت لأيك عمشان الشيخ سعد اختارك عمشان أنت بتعرف فجر عمشان تنظم ايوان رحت يا فوفي أول ما تفوت على السفارة منظر خيالي شو طاولات على مدعينك والنظر اجمال مدبحة وريف مدبحة مرسة رز أد مبدأ فوفي أبن بوفا حالا وكمان أبن اعتزار كيف يعني أبن اعتزار يعني ناري بيت يا اعتزار يعني انت فيك تعتزار كيف فيك تأكل أد مبدأ أبن بوفا أبن اعتزار فيك تعتزار أد مبدأ اه اوكي اوكي فوفي فوتا تزيوة كل العالم وقفة عم تعتزار ايه كل ما تملق من حد بواحد بعتزار بعتزار بلت شوني طبعا يوصل لأحمد فتفت وهدي حباش والأم كلهم كل عمي عرفت؟ أنا مبلق من حد أحمد فتفت لقيت وقفت خيل لوان مصني مع المرحلة لحيله وقف زيوية عم يعتزر مع حيله بعتزر 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 لحيله اه والله هالأد هو فايت فيه ومصدقه وتبزقتلي الشيخ ساعد شو كان عم يعوه بهالأوقات؟ الشيخ ساعد كان قاعد عم يمضي اه عالعريضة انسه شو كان عم يمضي الشيكات للشباب اللي أجوا اه يعني حسابات قديمة كلمة ايه عم يمضي له فوفي وقس بهاللحظات بيوصل مين؟ مين؟ الدقطاسة بيجعجع اف اللي انتهي بتحبه طبعا بفوته المدام مين؟ مين؟ مين بدي يفوت يعني معه مسلا مين؟ أخته صيت ريضة جعجع طبعا بتفوت وصلت أنا مرحب أستاذ سمير كيفك ما كيفك؟ قال لي عم يلي هيق قلت له أبطلال عم يلي عم يلي أبطلال قلت له أبطلال شيان أقل شيان أقل شيان قال لي طب بسع كتفي وكفة صيت ريضة مديت إيدي أسلم عم يلي قلت له قلت له خير شو عاد أبا بدأ قالت لي أنا بالسفارة بعد شوين أقصت قل لي سوقي سيارة السفارة صعودية كما فيها بهاللحظات يا فوفي شو بتخبص المنطقة بره ومنسمع صوت أمبرانسات وبعد وله ونزال وله لا مين؟ مين بيجي مين؟ شو اسمه الحجي محمد رعد محمد رعد جاي عالسفارة بده يعتزر؟ شو بده يعتزر زي يعمل مشكل لا زي يعمل مشكل المين ينزلوا يفوفي بتعرف انت شباب نزلوا كالله جوا كل يسألوا تقول له ها بعد طوله باقل طولة يكون قلمتي أنا مش قلمتي السفير ولا الصفارة ولا صعودية أنا هام بالموضوع كما شو ها حجي محمد كله شو عزي محمد كله شو عشبك ابو طلال ابو طلال قال لي بعد من وضيش لدتوله عابقول لك ابو طلال لو طلقني كالف بكت مثل العادة طوله أنا بالشي أنآن طلال بس مش عم بفهم انه لبنان هيك بتبضل سيادة معلقة بين السعودية وبان ايه ققع سيادة لأ ققع حضية لا خي ققع هيدا كالغتال اللبناني تعشت هي فوفي سيادة حضية انسى شو؟ عندك خلق سيادة حضية مش استقلال اعتزالات سيادة حضية اعتزالات هيك صارت هيك صارت تعرف لا عم كان قائمة على مبدأ مفروض نفهم كلنك لبنانية خي من الاخر انا لبناني انا عاول السعودية ميوم يولا ايران ولو يا ابو طلالة عم تحكي هيك عن الشعب اللبناني خي ما يا خي استسل الشعب اللبناني خي في كرامة في كرامة بدا في وقع كرامة طول برق علينا شوية عم نحكي العربي عم قلك الشيعة ما بيقدر يعيش بدون السعودية والسنة ما بيقدر يعيش بدون ايران ليه شو خاص الشيعة ليه فيه عيش بلا السعودية حبيبي السيعة ما بيقدر يعيش بلا السعودية وان بديو حاج طيب السنة اللي كي فيه بلا إيران شو؟ عمشان حكينا عهديكة ما فيك ستقول إنه يعني هو ما في حال بس عمشان حكينا عالميلتان يعني طيب أبو طلال شو مستقبل لبنان بخضام كل هالصراع يعني شو؟ فوفي حقيقة هيدا أهم سؤال بتسأله بحياتك من أول مع الفتاق شكرا نايس ون بس صاري شو كانت السؤال؟ شو مستقبل لبنان بكل هالصراع؟ أوكي مستقبل لبنان هو يفوفي إنه إنه اللبنان قايم على مبدأ ألا غالب لمغلوب طيب إذا ما في فالغالب ولا مغلوبado على ما عم تَتخينا؟ وأنا بأضعيكم موضوع من زاويه sembrane يعني أعرفت؟ يعني أعرفت؟ ميله تانية هي أنه يشتير فيه غالب ويحكمنا يخيز تخينا نخيز وilla بيطرح يحكمنا إذا قلتنا إيران؟ منعيش تحت الحكم الإيراني وأذا قلت ربح kinds of sad twice منعيش تحت حكم الصعودية؟ لا الإيراني كمان عمشان الشيعة لو خصلوا هني بدون يحكموا انسا هيك يعني باكتج جاي هني بيزوا مع بعضنا هالكل فول باكتج شكراً على هالمداخلي أو طلال بالفعل اللي دقت بكل ابناني بتحب تزيد حيال الشيء قبل ما نقفل؟ أو